السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء صفر السادة السيداتي تعالوا يانا حتى نشوف السؤال الثالث تمرين سيء الاملاءات الطلاب هو يعانون املاءات يقولوا استاذ الكتاب مليان املاءات بس تعالوا خلينا نصفي لكم ياهن اشلون اذا انتبهنا للاملاءات يردون من عدكم الاملاء كلمة او كلمتين على الاكثر يعني opposite of deep shallow او هنا don't trust صير distrust بس هاي الكلمات اذا يصير available dry skin تجمع ذن الكلمات اريد اروح ناخذ مثال اخر على تعينها شوف سرعا هنا stall stall and leave صير left اهنا time limit deadline فيتا الى اخره فهنا هم لاحظين يريد من عدن الاملاء يصير كلمة مقابل كلمة او كي كلمة مقابل كلمة طيب يعني شنو يعني من تروح للكتاب وتريد تقرأ على سبيل المثال هذا اللي قدامك فانت راح تقرأ يلي مرادة مقابلها تحفظها املاء اللي هي annual او كي زين مثل هاي جواها هاي جواها اول شي ما راح يجيب لك اياها ليش لانه هنا نعدنا الهيدفون ومقابلها things that put put over your ears to listen to listen privately طيب هل من معقول يريد من عندك هذا السطر املاء لا اذا كلش كلش راح يجيب لك هو هذا السطر ويريد من عندك هاي الكلمة املاء مقابلها كلمتين نصيح لها under pressure اهنان اذا انتبهت عليها انه هاي الطريقة او هذا الشي راح يخدمك هاي بالحفظ راح يصاب فيك اياه لان عندك مثلا نقول مئة كلمة راح تطلع من عندهم ستين او خمسين كلمة اللي هن تحفظ هن يجيب هذا الاسلوب اذا الخلاصة هي من تريد تحفظ املاء تحفظ الكلمة مقابل كلمة او كلمتين مقابل كلمتين اما تحفظ صدر كامل على المودي يجيب املاء ما راح يجيك املاء وهاي راح يتفيدكم هاي طلابنا العزاء لكن طلابنا ارجو اذا يعني فادتك هذه المعلومة حاول تفيد غيرك بها وانشر المقطع بين جماعتك شكرا جزيلا